طبعا موضوع آخر لأهمية الاجتماعات هل الاجتماعات مهمة ولماذا هي مهمة وما هي أهميتها هذه بعض الأمور لنعطي مقدمة الاجتماعات اليوم وكل يوم في الماضي والحاضر والمستقبل بإذن الله سيف يكون لها دور ولها دور في إنجاز الأعمال وتحقيق الكثير من أهداف المنظمات سواء على الصعيد المحلي أو الدولي على صعيد الكطاع العام أو على صعيد الكطاع الخاص فتأتي أهميتها في دورها الحيوي كوسيلة من وسائل الاتصال الفعالة التي تعمل على إيصال المعلومات والأفكار وتبادل وجهات النظر والخروج بحل منطقي لبعض المشكلات التي قد تواجه الأفراد أو المنظمات طبعا لنلاحظ بعض هذه الأهميات منها أولا التوصل إلى دراسة كاملة شاملة مستفيدة متأنية خاصة إذا كانت في القرارات المتعلقة بالمواضيع الكبيرة من خلال تنوع الخبرات والتخصصات لأنها آراء مختلفة وجهات نظر متنوعة خبرات عديدة يمكن الوصول لرأي ناضج يكون أقرب للشمول والتكامل خاصة أن الجميع أصحاب خبرة وتجربة لنلاحظ ثانيا الكرارات الجماعية تتسم بالنضج والعمق والصدق والموضوعية أكثر موضوعية لا يوجد مداهنة عكس الكرارات الفردية التي تعتمد على قدرات شخصية فردية تكون أحيانا قائمة على التحيز للموضوعية والمصالح الشخصية المحسوبية أيضا يقال أن رأي الجماعة أفضل من رأي الفرد أظن أن الكثير يتفك معي في هذا الرأي ثالثا النقاش والحوار الجماعي يغلب عليه الطابع الدموقراطي القيادة الدموقراطية الموضوعية القائمة على احترام رأي الآخرين كل شخص يحترم رأي الآخر ويعطي كل عضو حقه والفرصة للتعبير عن آراءه وأفكاره بحرية مهما اختلف المنصب أو المركز الوظيفي إذن هنا يوجد موضوعية وعدم محاباة عدم مداهنة في أكثر موضوعية رابعا وسيلة مهمة من وسائل التنسيق بين أوجهة الأنشطة والجهود تعد الاجتماعات وسيلة مهمة تساعد عملية التنسيق بين مختلف أوجه الأنشطة والجهود التي تتم داخل الأقسام داخل الإدارات داخل المنظمة الواحدة أو بين المنظمة والمجتمع أو بين المنظمة مع منظمات أخرى وعن طريق الاجتماعات يتم عرض المشاكل وتذليلها تذليلها تحجيمها والتوفيق بين وجهات النظر المختلفة وإزالة أسباب الخلاف والتنافر ومنع التضارب والازدواجية في الأراء العشوائية في الأنشطة والجهود خامسا تعتبر الاجتماعات وسيلة ناجحة للتدريب كيف يكون ذلك؟ هي أداء ناجحة للتدريب وتنمية المهارات السلوكية والفنية للأفراد لأنه عن طريقها يحتك الموظفون حديثي الخبرة بمن هم أقدم منهم خبرة ممارسة وتجربة وعن طريق النقاش والحوار وتبادل وجهات النظر المختلفة والمقترحات الجديدة يتم اكتساب الخبرات والمهارات يعني بين السينيور والجينيور يتم اكتساب المهارات كأنها دورات تدريبية حيث من خلال استماعات يمكن تدريب الفرد وإكسابه خبرات متنوعة تؤهل لمركز قيادي في المستقبل طبعا تنمي المهارات عنده السلوكية والفنية أيضا تساعد القادة في الإداريين والمشتركين في الاستماع وتوصيل أراءهم وتوجيهاتهم طبعا تتيح الاجتماعات الفرصة للقادة الإداريين والمشتركين في الاستماع توصيل الأراء وجهة النظر المختلفة التي تم تبادلها داخل الاجتماع ونقلها إلى الأعضاء الذين لم يشاركوا في الاجتماع عملية نقل من داخل الاجتماع اتصال من داخل الاجتماع إلى خارج الاجتماع ما توصل إليه الاجتماع شو الأمور التي تم مناقشة داخل الاجتماع هذا من الأمر الضروري أيضا أيضا تساهم الاستماعات في رفع الروح المعنوية للأفراد أو الأشخاص العاملين ترفع من الروح المعنوية رفع الروح المعنوية من الأمور الهمة التي تساعد في تحقيق أهداف المنظمة طبعا يشعر الفرد بأنه جزء من هذه المنظمة هذا الشعور يعطيه حوافز معنوية ليست مادية أكثر منها معنوية لبدل أقصى ما في طاقته العمل بإيمان ومعنوية مرتفعة لتحقيق أهداف المنظمة لأنه يشعر هو جزء من المنظمة ساهم في قرارات المنظمة ساهم في قرارات المنظمة وبالتالي يبذل ما في جهده لتحقيق مثل هذه القرارات